مساء الخير جمهور وحدة العنشطة الثقافية بشكل اكبر مساء الخير جمهور قطاع المكتبات وبشكل عام واشمل مساء الخير جمهور مكتبة اسكندرية. انا عندي رسالة. عندي رسالة لكل حد مش قادر يرفع راسه من اهتمام كبير او لا اهتمام. الاهتمام الكبير ده ممكن يبقى العمل والحياة العملية. ممكن يبقى المذاكرة والدرجات. ممكن يبقى ماتشات الكورة. ممكن يبقى التدريبات الرياضية وتحقيق ارقام قياسية. ممكن يبقى السوشيال ميديا والصور على الانستجرام وا 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 وا. اه او المستمتع بوجوده في دايرة الكسل والفراغ. الرسالة. الفع راسك كده من الحاجة الشغليات او من عدم الانشغال باي حاجة وبص حواليك. حتلاقي بعيدة عن الشاشات والكورة والصفارة والماتشات والبضايع والتقرير والارباح. حتلاقي ناس. حتلاقي ناس مستنية ان انت تبصلها في عينها. حتلاقي ناس مستنية ان انت تسأل عليها او تطلب منهم ان هما يسألوا عليك. لان هما ممكن يبقوا عايزين يسألوا عليك كمان. اه هتلاقي اه ناس اه عايزة تسمع صوتك وتشوفك مش بس لمجرد الحكاية والراغي المعطاة اليومي مع اقرب المقربين. لأ احنا عايزين نوسع الدايرة ونروح لحد اه نعرف ومسألناش عليه. نقول له وحشتنا انت فين? اه عايزة اكلمك. اه عايز اعرف اخبارك. طمني عليك اخبارك الصحية النفسية. اه سمعت اه احدث اه حاجة مضحكة. اه حبعت لك اه حاجة قلني رأيك فيها. طيب هو سهل نغير عادتنا? طبعا سهل نغير عادتنا. اه لانه اي حاجة في الناية بتحصل عن طريق خطوات. تغيير العادات محتاج سبع خطوات. الخطوة الاولى هو اني ادرك ان انا عندي عادة تأثيرها سلبي في حياتي. فلو اي حاجة من العادات اللي انا قلتها اكتشفته ان هي بتأثر تأثير سلبي وان ده واخد الوقت بتاع العلاقات الانسانية الصحية يبقى ده اول خطوة. الخطوة التانية هو اني اخد قرار. اه اخد قرار بتغيير العادة ده مهم جدا بيني وبين نفسي. لما هاخد القرار نمرة تلاتة هحط خطة. لان انا مش ممكن ااخد قرار واسيبه مفتوح او مش ممكن ااخد قرار ونفزه بشكل صعب. فانا لازم احط خطة فيها هما مين الاشخاص القريبين مني لما بسألش عنهم. طب مين اللي ابعد من دول وما بسألش عنهم. طب تصنفهم ايه? طب اه اتكلم مين امتى? وعلى مدى كام يوم او كام اسبوع ابقى اخلصت الدورة الاولى من التواصل بتاعي معهم. ده وضع الخطة. الحاجة الرابعة هو اني اصرح بده لحد. لانه لازم يكون فيه شاهد على كلامي مع نفسي. علشان اتشجع. علشان احس ان انا ملتزمة في كلامي اه بكلامي مع حد. علشان اقوله الاخبار. فده الجزء من الموضوع. اني اصرح لي. اه نمرة خمسة. انا لازم ابقى اه حريصة على المجاهدة في الاول. لان اي تغيير عادة. هتبقى صعبة ومحتاجة اه شحن. فلازم ابقى حريصة ان انا مضيعش مجهود يوم في اليوم اللي وراه او ثلاثة يام في اليوم اللي وراه. فاقول لا مش مهم حفاوت النهار ده. حسأل بكرة حتى اصل بكرة. نمرة ست. ما نستسلمش عند التعصر. ممكن تحصل اي اي يحصل اي ظرف اه ضرورة قصوى تخليني في يوم ما اخدش الخطوة اللي انا كنت مقرراها جوه الخطة بتاعتي. اه الناجح هو بس الشخص اللي بيقع وبيقوم كامل. اه نمرة سبعة. اشجع نفسي. قدرت اعمل ده. قدرت احقق النقطة دي في الخطة بالشكل ده. اشجع نفسي. باي حاجة. حاجة بحب اشربها. بحب اكلها. اه نزولة حنزلها. حاجة بجيبها لنفسي. اه هقول لحد شجعني لان انا ساهل. هشجع نفسي. ودي الخطوة السبعة. اه لو انا وصلت لده. يبقى اخترع الخطوة التمنى مع نفسي. وهي اني انشر ده لغيري. علشان يغير من نفسه. اه والموضوع مش هياخد غير واحد وعشرين يوم. لان تغيير العادات بيتم بيدخل جوه النظام الشخصي بعد واحد وعشرين يوم. بس انا اقدر لو انا من النهاردة قررت ان انا اه اغير عادة. فاخد القرار. فاحجد الخطة. وبقيت الخطوات دي. الحقيقة انا عايزة اشكر اه اه واحدة الانشيطة الثقافية. لان هي خليتني اه افكر بالشكل ده معاكم. في مبادرة جميلة وحملة الكترونية رائعة اسمها بدايات جديدة لسنة مختلفة. كل بدايات وانتو طيبين. وكل سنة مختلفة وانتو طيبين. وتكون سنة جميلة بعدات احسن وبتغييرات اوسعة. سلام. اهلا اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.